بلغت قيمة فاتورة التقاعد الحكومي لـ 324.600 متقاعد من الجهازين المدني والعسكري حوالي 690 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي لتشكل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد الحكومي من 97.200.000 دينار في نفس الفترة من عام 2015 إلى 99.200.000 دينار لنهاية شهر تموز من العام الحالي وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بتطوير إعداد ونفقات المتقاعدين من الجهازين إلى أن أعداد المتقاعدين بلغت لنهاية شهر تموز الماضي نحو 324.600 متقاعد منهم 226.600 متقاعد أصيل وحوالي 97.200 متقاعد وريث وأظهرت أن إجمالي نفقات التقاعد منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر بلغت نسبتها نحو 2.5% من الناتج المحلي حتى نهاية تموز الماضي فيما بلغت نفقات التقاعد إلى نفقات الجارية ما نسبته 17.5% حتى نهاية تموز الماضي من هذا العام فيما بلغت نفقات التقاعد إلى إجمالي الإنفاق 15.6% منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر